نروح لشوية تخبار بقى كده بسرعة عشان النهاردة عندنا يعني كلام كتير وملفات كتيرة جدا هنفتح النهاردة في مائدة مستديرة زي ما تعودنا دايما عندنا يوم كده مائدة مستديرة بنفتح فيها كل الملفات وكل المواضيع ونتكلم فيها عن ما يدور في الكرة المصرية عموما كولر سعيد جدا بتاو كولر سعيد جدا بتاو ويبدو ان الجلسة اللي حصلت بينهم اتت بثمرها يعني ايه العلاقات رجعت زي الفل ورجع الانسجام والود ما بين كولر وما بين تاو بعد ان توترت العلاقات بينهم لفترة ليست بالقصيرة يعني العلاقات كانت متوترة بينهم لفترة كانت يعني طولت شوية لكن كولر قدر ان هو يجيب تاو والامور وده بنف الماتش اللي فات من اداء تاو اللي فكرنا بتاو بتاع المسيب اللي قبل اللي فات يعني مش المسيب اللي فات لا اللي قبل اللي فات ده اللي حصل وبالتالي هناك تفكير داخل الدادي الاهلي لتجديد دي اخر سنة على فكرة التاو هناك فكرة تم طرح فكرة للتجديد لتاو بس خلي بس خلي بنا اذا تم طرح الفكرة فهي مؤقتة ليه لان الاهلي لو وجد ضلته في طرف قوي مميز اسرع اقوى هيعملها الاهلي على طول مش هيروح لتاو في الحالة دي بس هو مبدئيا يعني في شعور بالارتياح تجاه تاو بعد الفترة الصعبة اللي كانت ما بينه وما بين مارسل كولر فبالتالي زي ما بقول لحضراتكم انه هو تاو دلوقتي 31 فبغاية دلوقتي ماشي الحال يعني نماشي البوسم كده لكن غاية قبل يناير لو الاهلي ما وقعش في طرف كويس ممكن تاو يقعد سنة كمان لكن لو الاهلي وجد ضلته اللي بيدور عليها كولر اعتقد ان تاو دي هيبقى آخر بوسم دي الاهلي بيكمل تدريباته استعدادا لمبارات جورو ماهيا مارسل كولر كان عامل محاضر النهاردة اشرف داري ينزل التمرين الاساسي ليا نادي الاهلي بشكل طبيعي جدا بعد الاصابة اللي حصلت له في الفيفا ديت مع منتخب المغرب طيب مسؤولين في نادي الاهلي او في لجنة التخطيط عموما بوضوح كده حصل اتصالات بينهم وما بين دينو لمبارتي مين دينو لمبارتي ده ده وكيل مارسل كولر دينو لمبارتي كان عارض في لعب مهاجم كان النادي لمبارتي كان عارضه على النادي الاهلي فالنادي الاهلي فتح اتصالات مع دينو لمبارتي عشان للحصول على رؤيته لحسم ملف المهاجم اللي مازال موجود في دماغ بارسل كولر ودماغ لجنة التخطيط في النادي الاهلي ولكن بهدوء بعد انتصرع لان التصرع السنة اللي فاتت جاب مودست يعني التصرع السنة اللي فاتت جاب مودست والموضوع ده مش هاتقرر تاني فعشان كده الاهلي حاذر جدا مع كولر وفيه اتصالات دايما كل فترة تبص تلاقي اجتماع مع كابتن الخطيب وكولر بخصوص هذا الملف فواضح ان فيه تدقيق قوي جدا سبب رفض كولر لأكتر من مهاجم اتعرض عليه الفترة اللي فات بما فيهم عمر فرج ان وجهة نظره ان وسام ابو علي افضل فهو بالتالي قالك لا اما كانش المهاجم هيبقى افضل من وسام فانا مش عايز انا كده تمام مزال فل لكن يجي في مستوى وسام وكهرباء وكده لا مش عايز هي القصة ده اللي معطل الموضوع هو عايز الافضل لو تعرض على اهلي الافضل ففيه تروي وفيه هدوء جدا فيه اختيار المهاجم حتى الان النادي الاهلي خد موافقة امنية ب30 الف في مباراة جرمه يوم السبب والاهلي بس ايه طلب بقى بدان في درع وفي تسليم درع فطلب بزيادة السعة الجماهيرية وده اللي بينتظره النادي الاهلي لمباراة جرمه الكين عشان احتفالية الدوري بتبقى الاحتفالية وسط الجمهور واللعيبة والجهاز الفني ومجلس الادارة الدنيا بتبقى حلو الدنيا بتبقى جميلة وبيبقى احتفال بجد يعني فده اللي طلبه النادي الاهلي هي زيادة السعة الجماهيرية اكتر من 30 الف اللي النادي الاهلي خد عليها ايه موافقة مبدئية اشتركوا في القناة